اشتركوا في القناة ثم محاولات جالية ووضحة الوضع اليد على مؤسسات الإعلام الحكاية متع وزير الخارجية الإيطالي هي يبيدها جزء من هذه اللعبة وزير الداخلية الإيطالي الحاجة الثالثة فبركة الملفات لأنه وقت نسمع وإحنا قضاءت ونسمع وناس ناشتين في المجتمع المدني وفي الجماعيات يصحيح أن يجبنا نحيوهم على جهودهم اللي عملوها وقت اللي ثمها كارثة بيئية ولا ثمها مصيبة في نابل ولا مصيبة في بنجردان ولا مصيبة في مريخ أما يجب أن نسمع وقت اللي تتكلم على أنه ثم اختراقات كثيرة في جهاز القضاء لتصفيت الخصوم تحت عنوين الفساد نحن نريد حربا على الفساد ولا نريد حربا على الفاسدين أحنا بصدد تأسيس لديكتاتورية جديدة؟ معناها بالنسبة للعموم المعلقين والمتابعين اللي يعرفوا حقيقة الشأن إنعم للأسف الشديد نحن إذا تواصل الأمر على ما هو عليه وأنا بالمناسبة نحب نطمن الناس وأعتقد والأيام بيننا سوف لن يتواصل هذا الأمر وأخشى على السيدة والسيدات النواب وقت اللي نكونوا كتلة جديدة كتلة حتى هي للموالات باش تقولي عندنا كتلة موالات وكتلة موالات وكتلة موالات الدولة هذية والديموقراطية عمرها ما تتأسس على الموالات المطلقة معناها أنا أخشى أن يكون هذية مجرد نمخذ في شكوى ما عندها ما تعطيش زبدة في الأخر